اشتركوا في القناة الصباح اللي ازاي الزفت ده يا ساتر يا أمي انت ما بتناميش ايه ده البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى ده القبطان القبطان نفس المركب تغرق لجلعيونك انت عملوا اجتماع مبارح عايزين يرموا بني آدم للسمك ياكلوا عشان رباني يحفظ الرحلة كلهم رشحوك ايه اوزا بيني ايه مش عايزة منك اي حاجة تفك التكشيرها اللي على وشك دي دي تجيب الفقر طيب قولي صباح الخير يا ماما يا ماما هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البن قدمين انا بقوم من النوم كل قلام كل قلام يا امي كل قلام حاسب حاسب تعبان تعبان يبقى اه اللي تعبك بس بتقولي قولي وانا ريحك فروت شعر الخشنة يا امي كل يوم قصح الصبح والمركب نايمة اربطها في الحديدة دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها للفردة دي ولا عزاني اروح لمزين واتفعلي التلاتة ساخ مزين وتلاتة ساخ التبذير ده خلاص ايب يا بتكلمنيش في الموضوع ده تاني ده كتير خالص اجيب لك من اينا يا التلاتة ساخ انت على قلبك قدي كده فلوس لا مفيش معاي حاجة خالص المركب هتغرق هيفتشوك يلاقوك كذبع ومعاك فلوس طلعي بقى انا غلطانة انا غلطانة ان انا سمعت كلامك وانت مش احططني وراك كده وبعدين في الاخر تحط الهدومة في قفك خلاص مش عاجبك القفة اديني سبعة جنيه انزل شريرك شونتة جلد لا انا ما ادفعش فلوس طب اربعة جنيه ولا اربعة جنيه خلاص بقى تسكوتي خالص وبعدين فين هدومك دي وانت حلتك حاجة هي الجلبية وشورة البحر والقبعة المعافنة دي يا ماما لكن كل الالام والغربة في البحور كلها هتون عشان ارض الوطن ارض المعاد ايه فين ارض المعاد دي؟ مش عارف بس هم قالوا اني فيه ارض معاد كل شوية ارض المعاد ارض المعاد ويدوا الناس معاد من غير ما بفيه ارض من لغبطنا بس هنوصل لأرض المعاد يعني انت ما تعرفش الغيط دلوقتي فين ارض المعاد لا والمركب كده ماشي يا بينا حلواني؟ هيكلمونا الرجالة بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهاية الاسبوع يفاهمونا كل حاجة ما تقلقيش بس انت طلعي شوية فكيها بقشيشي عن الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي يا خبتك يا مبروخ يا خبتك في ابنك الكبير بيعك اللي قدامي كل وراكي بيتك وسيغتك وفي الاخر يقول ماشي عارف احنا رحيم فيه لسه بتقولي بيتك البيت ده احنا الاتنين شركة فيه وانتي سرقتيني وخدت نصيبي برضو بتجيبلي سرط الفلوس قلتلك سرط الفلوس دي بتنرفزني ان شاء الله هتموت وهاخد حق ان شاء الله لا مش هموت ومش هتاخد حق تبقى نتفق من دلوقتي اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها اوكي وبالنسبة يا امي لموضوع الارض انا كلمت مجموعة سمسرة شافولي حتة ارضي حلوة قوي بتبص على مدان جوهينة طحفة ممكن نصورها ونعملها ارض الميعاد قريبة جدا من المحور بس الناس عايزين 12 جنيه مش هكفع تبع 10 جنيه؟ كتير ارض الميعاد؟ لا ما ليش دعم مش تيجي معنا ارض الميعاد؟ لا هعطبو لا بو عاضفو اي اعني انتي عاملة الهيسة دي وركبة مركبة ومش حتاتة ومش هتيجي ارض الميعاد يا بغيقيلة عشان من بخلق؟ براحتك براحتك انا ازهقت خلاص ايه ده؟ مش تفتح؟ قلب تخطف يا بروخ صباح الخير يا ماما شلوم؟ شلوم؟ حيجي منين الشلوم؟ وانت وصارة ومزراحة ورا ابني يا غبي يا غبي يا غبي كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها وانت وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي وقفة ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا بروخ؟ عداك العيب يا عضياليشة اوه بوكرتوف يا بروخ بوكرتوف؟ تشربوا حاجة؟ تسلم يا بو الكرم؟ انا سارع من امي تلاتة ساعقة ها؟ طب اقولوكو ايه؟ انا معي كنزايا سايبها عشان لو امي جت لها قومة السكرة لحقتها بيها تشربوها؟ ها نشربها ها؟ يا سيدي مش عاوزين مش عاوزين؟ إسمع، إحنا هنكلمك في حاجة مهمة يا بروخ طي ما تقولي بروخ على طوله لازم بروخ بصوا يا جماعة، أنا موافق أعمل معك أي حاجة بس على شرط، بعد القعدة دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين أنا هارجع بصراحة إسمعنا كويس يا بروخ إحنا جاين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك إنت هتشتغل في المخابرات الإسرائيلية بس هتغلت فروس كتير يا ما إشتغل، إشتغل، دم يا تفرح قوي طيب يلا بينا أهلا فيني يا بروخ روح للزابط اللي هدخلني في المخابرات واترح له لي يا بابا ما هو قدامك يا هاو إنت؟ لا لأ أنا عايز أرمي نفسي في المخابرات دعونا فيني يا بروخ أصلي المفاجأة، المفاجأة إنت لا بتكلم بجد، إنت الزابط إحنا حطين عينينا عليك منو إنت صغير قد كده هو وإنت عندك ثلث سنين منو أنا عندي ثلث سنين؟ ده بدلو كنت مفهمش لسه حاجة آه أنا افتكرت كان فيه ناس وأنا بلعب في الحارة كانوا بيبقوا حوالي كده وهم بيتقولوا دل بيخلي بقولهم أنا عايز أرمي نفسي في البحث دعونا يا ريح فييه؟ إحنا زرعنا لك زابط عشان يرقبك عشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين يبنيها بقالنا سنين دولة إسرائيل طيب ما تسيبوه نارمي نفسي فيها دعونا يا ريح يا ريح إيه؟ أنت بتقولي الكلام ليه؟ اتكلم عادي ده البت دي مخابرات البت دي مخابرات أنا هرمي لا 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 مش دلوقتي مش هرمي نفسي أما تأكد منها خلاص ما كل الناس بقت مخابرات يعني انتوا فاجئتوني في حد تاني ولا أنتوا آخر ناس ولا إيه الموضوع اوامرك ادن ليشا انا عريسود دومي باعت عمي دي مش الماما يا بارو امال دي مي المستاد الاسرائيلي بني وبين خلص على الماما من زمان خلص على الماما من زمان انت ماما؟ قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الاسرائيلي سوري معلش اناسف يعني يعني حضرتك راجل داكر يعني ايوه طب مين كان بيردعني انا صغير انا اللي كنت بعمل كل حاجة يا خبيبي ازاي؟ لو رضعت من حضرتك ما اني مش عارب كانت تبقى ازاي دي على الاقل سوتي كانت تخم انت عارف انه عنا اكتر الاجهزة الامنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر احنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر احنا عايزينك تراقب واحد زي ظل علشان تطينا تقارير يومية عنه فاهم يا بغوخ بغوخ سوريا انا نسيت مكان البحر اوه بقى في انا مش مظبوط انا حسنا بحلم حضرة فانو انا قندي مجند تحت امر حضرتك مين الراجل اللي عايزين ترقبوه؟ ساميغ الاسكندغاني مين ساميغ الاسكندغاني دا؟ المطرب يا بغوخ يا نهر اسوح السامير الاسكندغاني بتاع يا شوق امي داري داري الدموع داري هو دا؟ ايوه السامير الاسكندغاني داري الاويوم داري عميل المخابرات المصرية طب انتو عايزين ترقبوه ليه يا فانتم؟ هتنتقلوه شريط كلموه في التليفون هيفرح قوي ننتقلو دا ايه يا برون؟ بنقولك راجل المهمة في المخابرات المصرية من سنين انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنطف البحر يا ريح فيه؟ لا انا مش مستوع باللي بيحسن لا 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 بق 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 هو ايوه الساميري اسكندراني بتاع مين اللي قال اني الزامان مالوهش امان يا عيني هو دا؟ هو دا بروخ بخبي اخو انت بطل تحت امرك و تحت امرك يا ماما ازياسات البشا انا ايسو انا احنا ما بنعزش يا بروخ ولا انا بس من حقت لغبط من حقت ما تقلقش اسرائيل كلها وراك من سنين اسرائيل محتاجك يا برو يا الله يا مطان اسرائيل محتاجك واسرائيل وراك حاضر ربنا اتمنكم ممكن اطلب حاجة طلب اخير واعملوك كل انتوا عايزينوا مطعا والنا بنزل الربح وربنا بنزل الربح اشتركوا في القناة 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 ساعتك تكون وراى واشتركوا في دائما ساعتك تكون وراى وان شاء الله شرع بساعتك في المخابرات كانوا شريم جتك نيلة هتودينا فداهية كل يوم أعمل كده ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصور لي ولا حد دي حاسس بي أصلا الحاجة الوحيدة اللي معلومنيش إن أنا أفتح البتاعة دي تيت تيت العميل تيت تيت العميل يتكلم الساعة 12 أوروبا واحدة ستة خينة جدا كانت مسكة في إيديها عائل صغير أرخم عائل شفته في حياتي كانت موديال حمام وفي إيديها تلات مناديل ورقية ومعاها بوك كانت حطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية المحسن اللي في الشارع لوراها شفتوا دقة المعلومات شفتوا العميل بتاعكم وبتدفعوا لي 40 شكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري زودوها شوية فيه ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجة تيت توت توت العميل توت توت العميل يتكلم الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلعوا مشت لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته الناحية الشمال الدايقة بتاعت المشت كان فيها أربع سنون مكسورة الناحية لمين كانت سليمة بنسبة 100% شفتوا شفتوا دقة معلومات العميل زودوها 40 شكل ما أكلوش عيش مش عارفة جيب كريم لشعري وفيه ناس بتاخد ميات ما بتهببش حاجة توت توت تات تات العميل تات تات العميل يتكلم أول مبارح التلفزيون المصري زع النشر التسعة تلت مرات ومضبوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة وأنا شايف أن دا تمويه بيحسسوكم أنتم مش بتمخهم وبعد كده يأكلوكم علقة موت شفتوا دقة المعلومات العميل بتاعكم بتدفع 40 شكل في الشهر فكوها شوية تات هوف هوف سيخ هوف 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 سيخ العميل يتكلم الواد سوكا الرقاء اتخانق مع العنتابل التبال ووسطوني بينهم العنتابل هو الغلطان لأنه ما يصحش ينسى السجاد في المكرباص وفي معلومة مهمة جدا الاسطوانة بتاعت دبرياجة تاعتم الكرباص بايزة ودي خطرة على الترومبا شايفين دقة العميل؟ شايفين 40 شكل ما يأكلوش يا ناس أي يعيش حاف زودوها شوية نزهقت هو إيه اللي توتوتات يا بروخ؟ إيه يا بروخ اللي انت بتعمله داوت يا بروخ مش أنت اللي قلتولي أقول كل المعلومات بمنتهى الدقة أحد تعمل إيه تاني؟ دقة إيه ماشي ورا ست التخينة وتقولي إيه دقة أنا لازم أنش وراها تلعت مين في الأخ؟ أنا ست التخينة أيوة وأنا المناديلة الوركية وربنا اللي انتم الشباة وربنا اللي انتم الشباة تعالى هنا رائح فيه يا بروخ دا طب انت عارف مين الرائح والتبال؟ مين؟ أنا وليش؟ وأنتم جنداني ولا جاباني تشتغلوا عليها والجننوني أنا هسيب الشغل أنا دي لا يا بروخ يا بروخ انتصلك غلطان ما تبعت لنا تقرير غرض بقالك سنين؟ ما تشغلوني ليه؟ ما تنفدوني وتريحوني وما لك انت باللي ياخد متى شكل واللي ياخد متيل؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ؟ يعني هم ما ياكل عيش ونأكل زلط منا كمان عند ظروف؟ خلاص عملية بروخ انتهت بروخ ركب الصاروخ بروخ أنا عاملك مفجر هتزودني ميت شكل صح؟ لا اتفضل يا حزاب وقعت ومحدش سمى عليك يا بروخ أنا ما وقتش لوحدي يا حضرت الزابط البهوات هم اللي مجنديني أحب أعرفك بالأبطال الأبطال من المخابرات المصرية العقيد يوسف شعبان الرائد نادي الجندي والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس على فكرة يا حضرت الزابط حنا ممكن نحلها ودي وأبقى عميل مزدوج وأشتغل معاك وبس هتدوني كامل هنديلك ميت قفة ما فيه ناس بتاخد ميتين قفة وما بتعملش أي حاجة فكوها بقى هي مقصة فشل جرجارو على البوكس فورسة سعيدة يا حضرت الزابط تفضل فورسة سعيدة تفضل يا إخوة سيخير عمحة يلا يا عاطفي بسرعة شوية على البوكس حقا